تزامناً مع انطلاق أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة طفى على السطح موقف أوروبي من شأنه أن يزيد من حدة الضغوط الدولية على إيران ويجبرها على الخضوع إلى الإرادة الدولية فيما يخص برنامجها النووي المثير للجدل وسياساتها العدائية حيال دول الجوار الموقف تمثل بإعلان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأييد الموقف الأمريكي في تحميل طهران المسؤولية تحيال التوترات في منطقة الخليج العربي الواضح أن الهجوم الأخير الذي استهدف منشأتي النفط في السعودية شكل نقطة تحول في الموقف الأوروبي والدولي تجاه طهران بعد ثبوت تورطها في الهجمات غير المسبوقة حيث أيدت لندن وباريس وبرلين موقف واشنطن وألقت باللوم على إيران في الهجوم على منشأتي أرامكو بيد أن الأهم هو مطالبة تلك الدول طهران بالموافقة على محادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا بهذا الخصوص وذلك عقب اجتماع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني إنجلي ميركل في نيويورك الموقف الأوروبي الجديد وجد ترحيبا كبيرا من الولايات المتحدة ظهر على لسان وزير الخارجية مويت بومبيو ورفضا إيرانيا أبده وزير الخارجية محمد جوال ظريف الذي استبعد إمكانية التفاوض على اتفاق جديد قرار العواصم الأوروبية الثلاث مثل اصطفافا واضحا مع واشنطن لتضييق الخناق على إيران ونقطة تحول كبير في الموقف الأوروبي بعد أن ظل زعماء القارة العجوز يسعون طوال الأشهر الماضية إلى التهدئة كانت آخر بوادرها مساع أعلن عنها ماكرون للوساطة بين واشنطن وطهران ووجدت رفضا صريحا من طرف ترامب تباين المصالح بات يؤشر بوضوح على تعديل المواقف الدولية من إيران بعد حادثة استهداف منشآة النفط في بقيق وخريص فبينما لم تتردد دول عظمى في الالتحاق بالموقف السعودي والأمريكي موجهة أصابع الاتهام نحو إيران فإن دول أخرى ما زالت تأخذ موقفا متذبذبا حيال القضية موقف قد يحسمه طيش إيراني قابل للتكرار مدفوعا بعقوبات خانقة ومصلحة دولية ترى في سوق النفط قضية لا ينبغي المساس بها مهما كانت الدوافع ترجمة نانسي قنقر